صابر في الدوحة هل من أخبار بخصوص إمكانية استئناف المفاوضات على الصعيد السياسي مفاوضات الصفقة مع هذا التعنت من قبل نتنياهو حتى بحسب أوصات إسرائيلية وإلا فعلا لسنا ندري لحد الآن إن كانت هذه المفاوضات ستستأنف لكن الأرجح أنها ستكون خلال هذا الأسبوع أو خلال الأسبوع المقبل والتوقعات بأن يكون ذلك قبل يوم الخميس المقبل واضح جدا أنه لا توجد لحد الآن تقدم ملموس في هذه المفاوضات يمكن البناء عليه ويمكن التحديث من خلاله أو أصدار بيان من هنا من وزارة الخارجية أو أي تصريحات إعلامية من وزارة الخارجية القطرية ربما لهذا السبب لم تبلغ حركة حماس بأي تحديثات عن هذه المفاوضات لأنه لا يوجد شيء ملموس على الورق ولسنا ندري أيضا إن كانت الضمانات والشروط الصعبة التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأمس هي بنفس النظرة التي يتم إثارتها على طاولة المفاوضات هنا في الدوحة الأمر ربما سيكون مختلف باعتبار أن إدارة الرئيس بايدن تتحدث عن تقدم في العديد من الملفات بما فيها عدم بقاء القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بما في ذلك محور فلدلفيا ومعبر رفاح